حكاية الأولى هي حكاية العالم كله الفيروس بتاع الكورونا النهاردة ابتدى يبقى فيه أخبار عن أنه الصينيين ابتدوا يلقوا دواء يعني فيه دواء الناس تاخدوا يقدر يحسن أو يحمي أو يعني يمنع وقرروا أنهما يعني يجربوا على سبعة من العاملين في مكافحة هذا الفيروس احنا بنتكلم الآن على في مقاطعة وهان الصينية بنتكلم على ستين قتيل بنتكلم على ألف وخمسمائة مصاب في تقرير مرعب نازل النهاردة أنه بيتوقعوا أنه فجأة المتوالية بتاعة الفيروس ده حتب هندسية يعني هندسية يعني 2, 4, 8, 16, 32, 64, 132 كده يعني متوالية هندسية وهتحدثون عن أنه في عشر تيام ممكن يبقى فيه 190 ألف مصاب في هذه المقاطعة لو ده حصل هنبتدي نشوف ما يسمى بالوباء وحتى الآن منظمة الصحة العالمية وهي المنوطة بهذا الأمر لم تصدر أي إشارات إلى أنه ده وباء أو أنه ده اجتياح وبائي موجود في العالم العالم كله عنده حالة رعب شديدة قول أي دول تكلم على دول شرق أسيا تكلم على دول الخليج تكلم على الأمريكتين تكلم على أوروبا تكلم على العالم العربي كل الدول بتحاول دلوقتي أنها تاخد بالها وتشدد المنافس بتاعتها ولكن للأسف الفيروس ده هو فيروس متحول أو متحور يعني جديد لنج هو مش نفس الكورونا اللي قبل كده يعني ده كورونا بشرطة محدش عارف عنه حاجة محدش عارف هو عمل إزاي محدش عارف التكوين بتاعه عمل إزاي ولكن النهارده الصينيين بيتكلموا أنهم قدروا يعزلوا الفيروس ده وابتدوا يتعاملوا عليه وابتدوا يشوفوا له أدوية وحاجات كده طبعا بكرة الأسواق العالمية هتفتح أسهم دهب تجارة نفط متوقع أنه يبقى فيه تأثير لهذا الفيروس على الموضوع هل العالم قادر على الوقوف أمام هذا الفيروس؟ طبعا نهارده غير المشاهد المؤلمة بتاعت الناس اللي بتتعرض لهذا الفيروس والناس اللي في المستشفيات والآخره طرق الأكل الصينية مسيطرة على تفكير العالم يعني اللي بيأكلوا الخفاش اللي بيأكلوا تعبين اللي بيعملوا شربة كل هذه الأشياء لأنه كل الناس النهاردة بتسأل طب هي ليه الفيروسات بتطلع من الصين؟ طبعا ما تتكلم على مثلا 20% من سكان العالم موجودين في حتة وارد جدا أن أنت تقدر تفهم هذا الأمر ولكن هذا الأمر أيضا خطر لأنه كمية بشر كبيرة في مكان ديق بينتشر من الإنسان ويمكن دي يعني دي أكتر الفيروسات الخطر أنه بينتقل من إنسان لإنسان فطبعا كل هذه الأشياء مشاكل كبيرة الدول بتحاول بقدر إمكان أنها تتعامل في المنافس بتاعتها سواء كانت منافس جوية أو بحرية شفنا الإجراءات اللي موجودة في السعودية شفنا الإجراءات اللي موجودة في المحرين شفنا الإجراءات هذه الخفاش اللي هم ما بيأكلوه حاجة يعني طبعا ما عرفش أنا طعمه إيه أنا عمري ما كانت خفاش ماشوي أو مقلي ولكن بيقولوا إنه ده سبب من الأسباب الشربة بتاعته أو هو ممكن يكون السبب في حاجة زي دي محدش فاهم إيه الحكاية ولا إيه الموضوع ولكن طبعا إحنا الغادة دلوقتي في مصر حتى الآن مصادرنا الرسمية تتحدث إنه لم يتم اكتشاف ولا حالة حتى الآن